سنقرأ لشهر 12 ديسمبر 2023 سنقرأ للبرج صاحب الشخصية الرائعة جدا والمميزة وهو من أذكى الأبراج لديه طاقة روحانية عالية جدا قادر من خلالها توقع الأحداث القادمة أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جدا برج الدلو نبدأ بسحب الكروت يا أصدقائي بسم الله الرجاء من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص الجديد على القناة ما ينسوني بالاشتراك ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى طبعا للتواصل سلما أنتم متعودين يا أصدقائي على طريقة الواتساب بتلاقوا رقم الواتساب تحت اسفل الفيديو بصندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات يبدو أنه في عندك تغيرات كثيرة جدا تنتظرك شهر 12 على جميع الأصعدة هناك بعض التحذيرات من بعض الأشخاص سيحاولوا نصب المكائد والحيل لك تتمنى لك حد سعيد من كل قلبي على جميع الأصعدة لنبدأ في القراءة يا أصدقائي بسم الله سيكون شهر مميزا مليء بالأحداث التي تفرح قلبك اطلقها خبر رائع جدا بزيدك إصرارا على تحقيق الأهداف والطموحات التي تسبو إليها يكثر من حولك الأشخاص اللي ينظروا إليك نظرة الغيرة والحسد سيحاولوا تشويه سمعتك أمام الأشخاص اللي من حولك زيح الغباش عن عيونك ويعرف صديقك من عدوك وما رح تتردد إنك تأخذ فيهم قرارات حاسمة إنك تواجههم وما تحكي معهم بشكل نهائي هناك علاقة قديمة كانت تربطك بشخص ولكن هذا الشخص خيب آمالك وما أوفى بالوعود اللي أوعدك فيها هذا الشخص سيرجع ويتواصل معك من أول وجديد وخصوصا لأسبوع الثاني كيرين عليك تلفون أو يبعث لك رسالة وهو ندمان كثيرا دائما يا أصدقائي الواحد ما بتعرفه غير لما تجربه أنت هذا الشخص جربته وخيب آمالك وأيضا فقدت الثقة في الآخرين من وراء والأسى ما بنتسى فخذ القرار وسيقترح عليك أحد أفراد العائلة عمل مشترك بينك وبينه علما أن هذا الشخص أنت يعني مش بوفق أنت وياه وزائد مختلفين دائما في الآراء فحاول يا صديقي يا برج ادلو أنك تفكر مالية قبل ما تقبل هذه الشراكة هناك خلافات ونقاشات حادة بينك وبين الحبيب وخصوصا الأشخاص اللي عندهم شريك حياة مستقبلي كيف يعني شريك حياة مستقبلي يعني بيكون فيه شخص متفق انتويا على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل بسبب تغير المفاجئ بالآونة الأخيرة هذا الموضوع سيشعرك في القلق وتشعر أنه بدك تفكر بالعلاقة من أول وجديد وستستعين بأحد الأشخاص اللي من حولك تطلب منه النصيحة بس حاول قدر المستطاع قبل ما تأخذ أي قرار نهائي هناك لأنه في بقاء بينك وبينه بالأسبوع الثالث حاول استغله واسأله عن كل الأسئلة التي تدور في رأسك ولما يتحدث أنصت إليه جيدا واستخدم طريقتك الرائعة اللي هي القراءة ما بين السطور أنت قادر من خلال كلمة وحدة تعرف ماذا يدور برأس الشخص اللي أمامك سعيدها تقدر تأخذ القرار الصحيح ستقم بإنجاز رائع جدا تفتخر به تتلقى اتصالات رائعة جدا من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين اللي بتزيدك إصرارا على تحقيق النجاح والتفوقات من ناحية أخرى تزداد عليكم أعباء الحياة للنفقات والمصاريف اليومية والشهرية والالتزامات ستحاول ضبط ميزانيته وهدفك أنك تقلل العديد من هذا النفقات والمصاريف ورح تلاحظ أنه كثير من النفقات والمصاريف كان ماء الهداعي من الأساس تزداد نشاطاتك الاجتماعية زيارة الأقارب والأصدقاء وأيضا تتلقى دعوات إلى مناسبات سعيدة مثل حفلات الزفاف وعزمات الغداء وستقن بهذه المناسبات بقمة الجمال والأناقة تتحدث بطريقة رائعة جدا ومنتهى الذكاء الذكاء لن تكون وحيدا بل سيلتف الكثيرين حولك طالبين دعمك لهم أو منحهم الطاقة الإيجابية احذر من أحد الأشخاص المقربين من حولك هذا الشخص من الأبراج الترابية فهو يراقبك جيدا وهدفه أنه يسلق شيء من ممتلكاتك الخاصة حاول أنك تنتبه على محفظتك أو على تلفالك أو أي شيء ثاني خاص إلك وفي مثل جميل يا أصدقائي شو بقول حرّس ولا اتخون يعني دير بالك على ممتلكاتك الخاصة وسعيدها بيحتار عدوك فيك وأيضا هذا الشخص ما رح يقدر يسلق منك أي حاجة أما المتزوجون ستنجح بإنهاء كل الخلافات والنقاشات الحادة اللي كانت بينك وبين الحبيب وستعزز رابطة الحب وخصوصا أنكم ستذهبوا إلى رحلة ترفيهية ستعيد لك الذكريات الرائعة اللي كانت بينك وبينه وستحظى على هدية رائعة جدا ومميزة نكمل يا أصدقائي ونرى كيف الأحداث ستكون مع صديقنا مولود برج الدلو بسم الله الكلاب وتنبح والقافلة تسير رغم الأشخاص اللي بيحاولوا تشويه سمعتك نصب المكائد والحيال لك وتخريب أعمالك استمضي قدما وتتفوق عليهم بشكل واضح وما رح تعبرهم أو إنك تقيمهم من أرضهم ورح تضل نصر إنك تحقق الإنجازات والتفوقات هذا الموضوع سيجعلك في المقدمة فالأهداف قريبة المنال والدروب سالكة استغل هذه الفرصة الإيجابية ولا تتردد إنك تدفع بمصالحك إلى الأمام تزداد رقبتك في السفر إلى دولة أخرى لا في الدولة اللي أنت قائم عليها ولكن ما في فرص كثير جدا لمولود برج الدلو بشهر 12 ديسمبر حاول إنك أنت تصنع الفرصة كدك تصنعها يا صديقي يا برج الدلو إنك تركز على مواقع اللي بتطلب موظفين أو عمال وإن شاء الله ستلاقي وظيفة وفرصة بأسرع وقت ممكن هناك رحلة ترفيهية بينك وبين أفراد العائلة في المناظر الطبيعية وأنت بحاجة ماسة لهذه الرحلة لأنك كنت بعيد جدا عن الأمور الترفيهية بالفترات الماضية فحاول قدر المستطاع إنك تروح لهذه الرحلة أنا عارف إنه عندك التزامات عديدة جدا وأيضا وقتك ما بسمح لك بس تخطى كل هذه الأمور واذهب لهذه الرحلة وإثق تماما نستعود لك بالنفع وبالطاقة الإيجابية لنكمل يا أصدقائي استلتقي بشخص طريقة الصدفة في الطرقات استعرف عليه ورح تتبادلوا الاتصالات والرسائل الرائعة جدا وتشعر إنه هذا الشخص في بيناتكو مشاعر مشتركة كإعجاب بس ما رح تصرح له بهذا الإعجاب يا صديقي يا برج ادلوا لأنك بعدك تكون مش عارف ماذا في قلبه بحب أطمنك هو معجبك أكثر من ما أنت معجب فيه انتظر قليلا سيعترف لك بإعجابه وحبه إلك بسعيتها بتقدر تصرح له بإعجابك وحبك إله وإن شاء الله يكون نهاية هذه العلاقة الزواج الصالح وهذا الشخص من الأبراج المائية حاول قدر المستطاع أنك لا تأخذ قرار بشكل سريع في الأحداث المستقبلية غير لما تتأكد من مشاعره اتجاهك عشان ما يحدث معك مثل ما حدث في الفترات الماضية تعرضت لخيبة آمال من أعز الناس على قلبك ستكثر من الأعمال الخيرية ومساعدة الآخرين ستساعد شخص كبير بالعمر سيكثر هذا الشخص من الدعوات إليك حاول أنك تقوله عن كل الهداف والطموحات التي تسبو إليها وخليه يدعي لك فيهن وإن شاء الله ستكون دعواته مستجابة لنكمل يا أصدقائي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أن أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر أما الأشخاص اللي تربح معي قراءات خاصة قراءة كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى وإذا كنت متعرض لمشكلة أو لأمور ما خلف الطبيعة مثل الأعمال السحرية أو سحر الطعم والحسد والغيرة نتناقش فيها بشكل مباشر وإن شاء الله بنلاقي لها حل ستتمتع بطاقة روحانية عالي جدا ستكون قادر من خلالها توقع الأحداث تنبؤ في الخطر قبل حدوثه ستساعدك هذه القدرة على تحقيق بعض الأهداف التي تسبو إليها وخصوصا أنك ستعرف الأشخاص على حقيقتهم الأشخاص اللي بحياتك كالثعبان في ناس كثير يا أصدقائي بتحكي عن مصطلح الثعبان بس ما حدا فاهمه الشخص اللي كالثعبان يا أصدقائي اللي بكون أمامك بتحسه كالملاك وممكن أحسن أشخاص إلك بس بستنى تلف وجهك ما رح يتردد بغدرك وخيانتك ويستخدم أسرارك كأسهم ويرميك بها لنكمل يا أصدقائي ونرى كيف الأحداث ستكون بإذن الله تعالى تشعرون أحيانا في التعب والإرهاق الجسدي وبعض الآلام في الجسد مثل الظهر والرأس وأيضا المفاصل هذا نتيجة تحركاتك الكثيرة وأيضا أعمالك الإضافية لخلاف العمل الأساسي لأنت قائم عليه حاول قدر المستطاع أنك تأخذ قصد من الراحة الكافي بعد ما تنهي إذا كان فيه عندك أعمال متراكمة وثق تماما هذه الراحة ستعود لك بالنفع والطاقة الإيجابية وسيعي تستقم بأعمالك بطريقة رائعة جدا تلفت فيه انتباه الآخرين إليك هناك تحديثات منزلية ومشتريات جديدة في أشخاص عندهم من موليد برج ادلوا تغيير مسكن في الكامل أو تحديث المسكن اللي هم فيه هناك بعض الخداع من شخص هذا الشخص بزين أمور أمامك عسب المثال يعني بدك تشتري زي مركبة بزين هذه المركبة أمامك اللي تشتريها هو بكون هدفه نصب عليك بمبلغ مادي حاول تكون أكثر وعيا في التعامل بالمبالغ الكبيرة والمشتريات الكثيرة والغالية الثمن والله يحماك بحمايته ويبعد عنك كل مقروه وكل شخص بحاول خداعك وغدرك نقمل يا أصدقائي اسم الله تشعرون في الوحدة رغم كثرة الناس حولكم ستحاول إثبات جدارتك أمام الأشخاص اللي من حولك أنك تثبت للجميع أنك قادر تواجه الدنيا لحالك بدون شريك أو حبيب من خلال إنجاز رائع جدا ستفتخر به وتثبت وجودك وجدارتك حاول أنك تمنح بعض الثقة للأشخاص اللي بيستاهلوا لأنه يا أصدقائي الوحدة بتجيب الاكتئاب وأيضا الحالة النفسية فيجب أن يكون عندك أصدقاء ترتاح لهم وتتحدث معهم بطريقة وأنت متريح أنه مستحيل يفشي أسرارك أو أشياء من هذا القبيل أو يضرك وهناك شخصين رائعين جدا من حولك أول شخص من الأبراج الهوائية والثاني من الأبراج المائية حاول أنك تقربهم منك لنكمل يا أصدقائي بسم الله استكثرون من السفرات القصيرة والتنقلات بين المدن سيكون أغلب هذه السفرات أعمال إضافية خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه وتلتقي بأشخاص رائعين جدا ترتاح لصحبتهم تتحدث معهم بأمور رائعة جدا تثير اهتمامك وفضولك سيكون هناك أعمال مشتركة بينك بين هذو الأشخاص في المستقبل بس حاول أنك لا تأخذ أي قرار بشكل سريع جدا بخصوصهم لأنه يا أصدقائي دائما الواحد أول ما يتعرف على شخص الشخص بيكون يعني يعطيك أحسن ما عنده بعدين بتغير بتغير تبين معدنه الأساسي وانت معدنك ذهب صافي كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي إن شاء الله يقادم سيكون مع محمد الزين أفضل وأفضل ولا تنقل سيكون معدنك سيكون معدنك وبال Wäh محمد ثل East افضل Revelation اشتركوا في القناة